شنوي تكلمنا في النقطة النهار ده نجمل مطش نجمل مطش شوف النهار ده كان فرصة جد عليه حوالي تسعة وعشر فرصة لك انت دخال انت بتلعب سريليون بيجي حوالي تسعة وعشرة محمد توريء الفيرود المهاجم رقم عشرة واللعيب رقم سبعة لعيب مميز جدا جدا الاتنين دول بيلعبوا متخب مصر واحدهم فبالتالي والراجل بيوصل بصورة جدا لو لا يقزت محمد الشنوي خبالك برضو كان فيه ناس بتقولك ايه ده بيلعب في ساند اونز العصر والدهر وبيخش فيه مش عارف ايه تمام النهار ده برضو بيلعب في العصر والدهر طب ايه المشكلة لا الفكرة يا جماعة ان محمد الشنوي فعلا مختلف تماما في متخب مصر وتركيزه عن في نادر اهلي الظروف دي تتسعة عليها محمد الشنوي نفسه لكن محمد الشنوي النهار ده لو لا كان سريليوني يقدر ي تكسب منتخب مصر سهلي جدا ده برضو بقى مؤشر خطر نهار ده بتلاعب سريليون تسعة فرص منهم حوالي تمن فرص مؤكدين يخش جوان سوز محمد فيه كزا فرصة النهار ده بيحط ايديه كزا كورة انت تمن فرص لو ادخل فيهم تلات اربع تلات اربع فرص كان سريليوني هتكسب كان ده محمد صح في المباراتين دول مبارات الاولى التهديف لا كان لازم يطلع عن نهار ده كان لازم يطلع عن نهار ده بص انا كابتن محمد صراح لازم يبدأ المطش لازم يطلع اثناء المطش ليه لا مش احسن حاجة في المطش ليه ازاي ده هو العمل الهدفين مش احسن حاجة محمد جيه الشوط التاني كان لازم يطلع في الدياة 65 في الدياة 60 تنزل مصطفى فتحي مصطفى فتحي يقدر لعب كبير جدا ماشي بشكل كويس جدا تبرمتزه فارق ادي له اخر ربع ساعة ادي له اخر تلت ساعة او بيشوف الديا ماشي ازاي اه هو ده هو فصح اقتنعت فانا قصد ان محمد صراح لعب كبير لاغين انا معك بصراح لاغين انا قلت لاخبالك انا مع عشور يجي رقم اثنين بعد محمد صراح فمحمد صراح هو رقم واحد في منتخب مصر لكن انا باتكلم فيه وقت من الوقات ما تصبرش عليه بيباني انه هو مش فت اه عمل اجوان بس تحس انه هو مش اللي نهاردة جات له كذا كرة في السماء جات له كذا كرة في السماء بيكون يكون خايف على رجليه نهاردة محمد عبد الملعن في لقطة ياريت العداد يجيبها لقطة ان محمد صراح فخر العرب لما بيروح اي بلد لازم يا جماعة نعمل حسابنا للموقف اللازئي دي لازم يكون في امن لازم يكون في انا عارف انه هو كمان مع حيار الشخص على فكرة هو السادة السفير ما الصورة دي قال لي منه صورة محمد عميل ام اه 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 انا بحي محمد عبد المنعم اه يعني هو خايف على محمد صلاح تعس ان هو ايه محمد عبد المنعم قلم من بلاء من انبابة اه واخبارك انت من الناس الجدعان او الرجال اللي هو لا محدش يلمسه هو ممكن يكون خايف عليه حد يحتك بيه ولا حاجة فانا شايف صورة تدل ان محمد عبد المنعم لعيب راجل ولعيب جدع وخايف على محمد صلاح لكن لازم الموضع اللي زي دي تتأمن عليها تعندك محمد صلاح هو ده ده اللي جاي من ورده ده المدلك اللي دايما يبقى رايب محمد صلاح هو مش حارس بتاع هو مدلك ولا حارس لا 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 هو راجل شغال في الجهاز بس هو راجل دايما جمع صلاح طب هو مش لازم يبقى معه حارس اسلام لكده كان في حارس الناس عادت تتقد ازاي بقى مع حارس لا على فكرة ميسي انت عارف فعل حارس التنس اللي معادة طب هو لازم يبقى معاه حارس اه يا طبعا في المروح لنعب افريقيا كان فيه مطش باللعب منتخب ناجيريا ومعاش تكتبعنا في المطش ده لا اه في اخر ديها جبنا جون محمد صلاح وجينا هنا لعبنا في تصفات امم افريقيا في بورج العرب رمضان صبح جاب جون هناك في منتخب ناجيريا البلد كلها بتتفرج على المطش ناس في في فوق العمدان وفوق الحيطان ومحمد صلاح ايكونة كبيرة جدا 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 في منتخب ناجيريا يعني لو تم تخصص حاجة زي كده لازم احارس لكن صورة صورة كلها جدعانك وابوس اه 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 الكلام ده الكلام ده انا ما شفتهش ده هو طالع طالع من بعض المبراءة اه مو بصورة معا لا سريليون ده عب المبراء هو منتخب طيب لكن في ناس اول موسن اه في ناس عدم اللي احتكاك مع محمد صلاح ده مشكلة كبيرة جدا اه لقدر له ممكن يحصل مشكلة نهارد ده اخب بالك محمد عبدالله عمش هوش واحد كده اه جري منه ما عمش انتخدت بالك ولا لكن لا لازم ان يبقى في حيار الشخصي بطالب ان يكون في حيار الشخصي لمحمد صلاح في المطشاط اه اللي خارج في افريقيا لانه بيبقى فيه هو عموان برضو عشان نقول لكل مشاهدين ان محمد صلاح تم في القايمة المبدئية اللي احسن لعفة افريقيا لهم تقريبا تسع اسامي او عشر اسامي تقريبا لا ارقام ارقام كيف لك شاء الله انا شايفه اقرب السنة دي اه وقوده في ليفربول اه وعدم ان هو يروح السعودية او ان هو ياخد الاجرات المادية كنت انا معاه تحس ان الدنيا بقت فضية شوية لو ركز السنة دي وبتدي حق ارقام وليفربول كمان خبالك يركز اه في البطولات اللي بيخشها اعتقد المحمد صلاح بنسبة كبيرة جدا اعتقد محمد صلاح لو كان هناك توفيق لمتخاب الوطف في كاس العالم اه عشرين او عشرين اه او فوز اه ليفربول السنة الفاتة بدورة ابطال دي بعده قدر كاتبها برضه من الحاجات اللي تكذبها تدلو دعم اكبر كمان برضه عشان الناس تبقى عارفة يعني دايما محمد صلاح اه لما جان ايام برادلي كان فيه مدرب اسمه تومك وديه من ضمن الحاجات اللي كويسة كده كان تومك ده برادلي ده مدرب امريكي وكان مسكنة في منتخب مصر كان محمد صلاح كان الكابتن دي هو السيد كان متبنيه هو والنيني وحجازي ولما جايه صلاح من اول يوم في المعسكر لعب كبير قبل التمريب موجود بعد التمريب موجود شخصيته شهاده للتاريخ برادلي وديه ظلم طيب اللي هي ظلم تخل بالك انا انا كنت لا السنة بس تفتكر كنت باجي وكان ده ده صغير وكان يجي دايما لبرادلي وكان لان كنت كان بتنزاكي كان عرفلي على برادلي بصفة شخصية يعني وكانوا بيعودوا في فندق من فناد السوارة كان الفترة تصوروا لفتكر فاك وبعد كده لما الامور اتعادل شوية وادوكوا فندق الدفاع الجوي صح يعني برضو انا شايف ان برادلي كنت مرة في بطلوس بورت اوقات اه يعني اتظلموا اتظلموا وكانت الامور ماشى معاك يعني بشكل كويس كان ممكن يبقى الامور كانت تختلفة انا عايز اقول لك من احسن المدربين برادلي مدرب كبير جدا لدرجة ان انا في وقت من اوقات رشحتوا ان هيجي يمسك نادي الزمالك ان برادلي مدرب كبير جدا يعني كان فيه كلام فعلي عن ده ايوة طبعا فترة من الفترات ولو نادي الزمالك بيفقر فيه مدرب بيفقر في برادلي ان برادلي مدرب كبير جدا جدا محترف بشكل كبير جدا محمد النهاردة اصلا كان الدوري كان واقف وكانت الظروف ده كان بيجيبها السيد محمد في وقتها خمسين لعب عشان خاطر ايام اللي كانت حصلة في صورة يناير والكلام دوت كان ظلم بشكل كبير جدا لكن كان مدير فني لأ مدير فني كبير 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 وبرادلي وانا برشحه من يجي يمسك نادي الزمالك نفس الطريقة اللي اسلوب الدفاعية وبص الصلاح والصديق بس انا كنت شافه لا لا بص ايه ده مفيش دوري هو الرجل كان ماسك ما كانش فيه دوري كان معتمل خليباك ما تخرجت على مباراة واحدة اللي هي بتاع السيد بغانا دي ستواحد اللي في غانا دي المباراة المشؤول وفي اخطاء طبعا حصلت في اخطاء لكن انت بتتكلم في